يا جماعة تم طبع اربعين الف تسكرة اول مرة يعني تم طبع اربعين الف تسكرة والمطلوب اكتر من مليون تسكرة المطلوب اكتر من مليون تسكرة ثم كانت محاولات من مجلس الادارة لان احنا نزود التذاكر وكننا عايزين نوصلها الستين فجات الموافقة من مدريت امن اسكندرية بعشرة تانية فبقى المطروح خمسين الف تسكرة خمسين الف تسكرة طيب انا دلوقتي عندي خمسين الف تسكرة واللي عايزين تذاكر مليون يبقى اكيد فيه تسعمية وخمسين الف واحد مش هياخده تذاكر تمام شوفوا كمية السيدات طيب فيه ناس بتنتقد مشاري مرتضى بيقولك هو بيوزع التذاكر بنفسه ليه اقول لكم ليه لان رئيس نادي الزمالك مش عايز شغل اللي بيحصل من تحت الترابيزة من اخر وعايز يتأكد ان التذاكر بتوزع وبتتباع بسعرها يعني السودة دي قد حد بيسمعني دات يقولك اه يا كابتن روح معرفش فلان مين بيبيعها بمية وخمسين جنيه فلان مين بيبيعها بمتين جنيه طب طبيعي ومنطقي حضرتك اللي ممكن بيشتري ده ممكن واحد زمالكاوي واحد جاي قعد من الصبح يروح يشتري وجاي مع اثنين تلاتة اصحابه يشتري ويروح يبيع التذاكر جايبها بثلاتين جنيه هنمسك الموضوع ده ازاي الا بقى عن طريق الانترنت والحجز عن طريق معرفش ايه وبالبطاقة وقصة وحكاية ورواية اللي هتطبق ان شاء الله في كاسو الامم الافريقية وبالتالي شوفوا قد يا جماعة عايزين تذاكر ده هنا ما بقى لكم بقى في نادي الولمبي ما بقى لكم في السكة الحديد ما بقى لكم في نادي الشمس ما بقى لكم في نادي النصر ما بقى لكم في المونوفية في الاسمعالية في بورسعيد في السويس هنجيب تذاكر منين يعني رئيس نادي الزمالك اكيد واحنا كلنا اكيد نتمنى ان الستادي يكون بيسعى لمليون مشاهد انا عايز اقول لكم والله والله كمية ناس عايزة مني انا شخصان تذاكر مش طبيعية كمية ناس مش طبيعية وبالتالي والله العظيم وانا باقسم بالله ان انا لم احصل من نادي الزمالك الاربع تذاكر فقط اربع اقسم بالله انا اقسمت بالله اربع تذاكر فقط بالعافية وبالتالي في عز الحر والناس صايمة يعني ما هو برضو يعني يعني الواحد يعمل ايه يعني ايه ايه حد بس من الفرج عليها اقول لي يا جماعة في مليون واحد عايز تذاكر وانا اللي عندي خمسين الف طيب ما هو مرتدى برضو في ناس من مجالس الادارة عايزة تذاكر عشان الناس حواليها وزمال كوية في انا مثلا خدت اربع تذاكر ما عرفش لعيبت نادي الزمالك عايزة تذاكر طيب مثلا هنوزع مثلا للناس اللي بتاع اربع تلاف تلت تلاف طيب هيبقى فاضل كام خمسة واربين الف طيب خمسة واربين الف هيوزعوا لأعضاء للنادي مثلا وجمهور من برة طيب لازم نودي جزء الاسكندرية او المنوفية او الاسماعيلية طيب هيروح هناك تلت تلاف طيب اسكندرية اللي عايز تذاكر يعده مئة الف طيب المعروض تلت تلاف طيب ما هو لازم هيحصل تجمهور لازم هيحصل ده زعلان وده متدايق وده فيه سودة ده 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 دي وجهة نظري اتمنى انا مقدر لكل واحد خرج من بيته ونزل الصبح بدري وصحي في عز رمضان وعز الحر اللي بتمر بيه مصر في ايام ما حصلتش قبل كده وصل لدرجة خمسين واكتر ورايح عشان بيحب نادي الزمالك وعايز يشجع نادي الزمالك وده رسالة برضو بنوصلها للعيبة نادي الزمالك اللي هتلعب في الملعب وهي اللي هتقدي شوفوا جمهوركم بيعمل ايه عشان خاطر يجيلكم ويقف وراكم وفي ظهركم ويشجعكم عشان تاخدوا بطولة فبالتالي اتمنى من كل قلبي ان احنا نكون قادرين كلاعبين كرة وكجهاز فاني نحن نفرح جمهور نادي الزمالك العظيم باذن الله